أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك توجيها من الرئيس السيسي بالتركيز على دعم النماذج الشابة الناجحة من خلال إبراز تلك النماذج الواعدة إعلاميا عند تنظيم الفعاليات المرتبطة بالقطاعات المتعددة جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء حيث استهل مدبولي الاجتماع بتوجيه التهنئة لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضاء الحكومة وأبناء الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأطحى المبارك وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء أبرز نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية التي عقدت في الجزائر مؤخرا حيث كلف بضرورة العمل على بدء تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات التي تم توقيعها في مجالات تخدم التعاون السنائي بين البلدين وخلال الاجتماع دعا رئيس الوزراء إلى ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا خاصة الالتزام بارتداء الكمامة في ظل زيادة الإصابات خلال الفترة الأخيرة لسيما خلال فترة إجازات الأعياد مع التزحم المتوقع